مشاكلها مع زميلها ما بتخلصش ودايماً بتجر شكلهم من شايمة سيف للمزيع حبيبة باسيوني وحتى نالي كريم وأخيراً لقاء الخميسي انتصار ما بتبطرش تسير الجدل وبتجر شكل زميلها معروف عن الفنانة انتصار إنها مسيرة للجدل سواء في تصريحاتها أو حتى كلامها عن زميلها وفي أكتر من فنانة اشتاكت منها وقالت إنها بتعمل لهم مشاكل وعلى الرغم من إنها بتتقن أي حاجة بتعملها ومن أهم ممثلة جيلها إلا إن الكلام عنها إنها بتجر الشكل وبتعمل مشاكل كل يوم بيزيد عن اللي قبله ومن أبرز المشاكل اللي حصلت لانتصار مع زميلها كانت مع الآلامية حبيبة باسيوني زميلتها في برنامج نفسنا واللي اضطرت إنها تنسحب من الحلقة بعد ما حصلت مشدة بينها وبين انتصار ورجعت ظهرت في الحلقة اللي بعدها واللي برضو تخانيت فيها مع انتصار وهيدي كارم واضطرت تنسحب برضو وبعدها سابت البرنامج على الرغم من إن حبيبة خرجت بعد كده في تصريحات تلفزيونية قالت إنها ما كانش معها مشكلة مع أي حد من المزيعات الثلاثة وإن ما كانش فيه وقت إنهم يتقابلوا أصلا وما حدش فيهم كان صاحبها وإن أسباب انسحبها إنها كانت بتتعرض لضغوط كبيرة وما كانش فيه مشاكل شخصية مع حد خالص وما كانتش حبيبة بس اللي أعلنت انسحبها من البرنامج أغلب اللي شغالين فيه انسحبوا في وقت من الأوقات وقالوا إنه بسبب مشاكل مع الإدارة وفي كلام إنه بسبب مشاكل مع انتصار نفسها لحد ما انتصار نفسها انسحبت من البرنامج بسبب خلافات مع الإدارة قبل ما ترجع تاني لكن كل المشاكل المتعلقة بالبرنامج دي انتهت بالانسحابات إلا مشكلتها مع شايماء سيف اللي لسه الحد دلوقتي في تصريحات رايحة جاية ما بينهم وقالت شايماء سيف إن انتصار قالت حجة قللت الأدب وهي ردت عليها فانتصار افتكرتها عايزة تكسب الناس على حسابها وبعدين سمعتها هي بتتأمر عليها مع الفنان هيدي كارم وإنهم ازدينه وجودها في البرنامج وقالت شايماء إنها مش قادرة تصفلها ولا تسامحها وردت عليها انتصار وقالت إنها ما كانتش تصلح للبرنامج من الأساس وإنها كانت دايما بتقطعهم وحذروها أكتر من مرة وعن تفاصيل الخلاف قالت إن قوضتها كانت جنب قوضة شايماء وقالت إنهم كانوا قصدين إنها تسمع الكلام وإنهم ما تكلموش عن شخصها بأي حاجة وحشة وكانوا بيتكلموا عن طريق تقدمها المش مريحة قبل ما تخرج تاني انتصار وتهاجمها وقالت إنها بتصنع مسلسلات وحكايات من اللشيء وإنها هي اللي خرجت مشاكل البرنامج للإعلام وقالت بالحرف البرنامج لخمس سنين وهي لسه بتتكلم أنا مش مرات أبوها وبعيدا عن نفسانة برنامج نفسنا انتصار في أكتر من مرة بتتكلم عن زميلها لنجحت معاهم بطريقة غير لقيقة منهم نيلي كريم وأخيرة لقاء الخميسي فكانت قالت قبل كده عن نيلي كريم إن ما كانش عندها خبرة في مسلسل ذات وإن هي وباسم سامرة كان أداءهم الأفضل لإن نيلي خرجت باليه وهي وباسم عندهم خبرة طويلة أكتر منها وقالت إنهم سندوها كتير في المسلسل ودوها نصايح عشان تنجح في الدور وأخيرا في برنامجها اللي بتقدموا على قناة هي ومعها موزيع اسمها نوليا واللي قالت لانتصار إنها كانت تتبقى في مسلسل راجل وست ستات وكانت تتعمل دور لقاء الخميسي فأردت عليها لقاء وقالت لها سكوتي هتعمل لنا مشاكل معاها أصلها معتزة بالدور قوي ومعملتش غيره في حياتها وبالسسناء راجل وست ستات اللي قدمت فيه لقاء الخميسي أداء قوي كل جزء بطريقة مختلفة ومميزة قدمت لقاء الخميسي أعمال كتير أهمها عسكر في المعسكر ودور سعادية الصعادية والسماح في الزوجة الرابعة من أكتر الشخصيات اللي تعلق بيها الجمهور في المسلسل كله ومسلسل لحظات حرجة وضد الكسر والعطار والسبع بنات والعندليب وقضية رأي عام طبعا واحد من أهم المسلسلات اللي تعملت في تاريخ الدراما وغيرها كتير من أعمال لقاء الخميسي المميزة واللي نقي أكتر عمل بتحبه للقاء الخميسي